اهلا وسهلا بيكم ودلوقتي حان لقاءنا المحبب الى النفس الحقيقة وفضيلة الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجماعة الازهر مولانا منورنا بكم منور الله للجميع الطريق بقى انا مولانا كنت من يومين بتكلم على مسألة ان المنابر الكبرى يجب عليها انها تناقش الافكار الكبرى او ان الافكار الكبرى لا تناقش الا على منبر كبير ويمكن من ضمن الافكار وده طول الوقت اظن موضوع مطروح مسألة كيف يرانا الاخرين الغربي بيبصوا على الاسلام والمسلمين ازاي وساعات كتير بعد افكر هل يجب انه ينظر للاسلام ولا ينظر للمسلمين طب المسلمين فيه منهم اللي فاهم ولا مش فاهم وفي منهم الخطاء وفي منهم غير الخطاء الى اخر السؤال الكبير هل الاسلام دين الاجبار هل الاسلام دين القمع هل الاسلام دين القتل ولا هو دين الرحمة وهل في الكلام دلائل من القرآن الكريم واضحة بجلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وما ارسلناك الا رحمة للعالمين الله رحمه والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله القائل انما انا رحمة مهداه ورضي الله تبارك وتعالى عن صدر الاسلام من آل بيت النبي واصحابه وازواجه وخلفائه الراشدين واولياء الله الصالحين وبعد حقيقة ان ما تفضلت من عرضه وطرحه يحتاجوا الى اسفار طوال ورانا اي الله لأن هذا تشخيص للداء ونحاول وصف الدواء ان شاء الله عز وجل اولا يا سيد الكريم الاسلام لا يسعى اطلاقا لا في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل على اكبار او اكراه الناس اذا كان رب العزة والجلال يعاتب ويوجه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يا السلام الرسول عليه الصلاة والسلام نشر الدعوة بأخلاقه وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين وإن نكل على خلق عظيم سيدنا لما نتأمل في حياة الصحابة وهم الجيل رضي الله عنهم أجمعين الذي فهموا الإسلام نشروه بإيه نشروه بمكارم الأخلاق يعني حضرتك لما وصلوا إلى أواصد أسيا ولما ذهبوا إلى شرق أفريقيا التجار كانوا في السوق اللهم المسلمون كانوا يتعاملون بالبشاشة والصدق والأمانة فإذا جاءت الصلاة قاموا وتوضأوا وقفوا كالملائكة في صفوف خاشعة فالناس ابتدت تسأل من هؤلاء يقولون مسلمون يقول الناس وما الإسلام ابتدى الناس تبين لهم إيه الإسلام حتى إن أبو سفيان لما كان قبل أن يسلم وهرق في الشام سألوا يعني عن رسول الله حديث مطول في البخاري فهو الحقيق قال له يعني قال سألوا عن الصدق عن الأمانة هل يتبعوا الناس هل يكسرون هم يقلون ففي الآخر هرقل قال له قال له يعني لئن صدقتني فسيملك موضع قدمي هاتين فحضرتك احنا بنفتقر الآن بعد أن يعني طغط المذهبيات والطائفيات إلى القدوة في أنك تحسن عرض البضاعة حلو أنا عايز أروح لكيفية عرض هذه البضاعة وهي الأهم والأجمل والأحلى والأرصخ في النفس لأن دي عقيدتنا احنا بقى طيب هستأذن هروح لفاصل أرجع بعض الفاصل تفاهمي وتشرح لي يا مولان ربنا يبارك بدي تفضل فاصل يا جميع أهلا بيكم معنا مرة تانية وخيرا نجدد ترحيب بضفنا العزيز مولانا فضيلة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بالأزهر قلت لي يا مولانا أنه يجب علينا أن نحسن عرض بضاعتنا وضاعتنا في الحالة دي هي البضاعة الأجمل عقيدتنا يعني نعمل إيه شوف القرآن الكريم رسم المنهج ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله مش دعا إلى جماعة أو فرأة أو مذهب أو طائفة أو دنيا أبدا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا يبقى العمل والفعل يطابق القول حلو وقال إنني من المسلمين نصلت في الصلم لما تأتي بقى صورة النحل فيها المنهج شامل أدعو إلى سبيل ربك برضو هنا لله بالحكمة شوف قدم الحكمة الأول على الموعظة وقيد الموعظة بالحسنة وجادلهم بالتي أحسن لو أتيت بأعظم سمينار أكاديمي في العالم دي أخلاقيات البحث العلمي أخلاقيات الدعوة الراشدة إن أنت تدعو بالحكمة الحكمة هنا شوف والذكر أربون قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وبعدين الموعظة مش أي موعظة يعني في ناس شوف الرسول بيحظ إن منكم لا منفرين قال له أعدى توعد الناس بالنار والعذاب والعقاب والنكال والقتل لا الإسلام لا يعترف بهذه الأمور إطلاقا لكن الموعظة تكون موعظة حسنة وبعدين حتى لو دخلت في جدال يعني مثلا أمرنا بيعلمنا حتى لما نعمل حوار مع أهل الكتاب قالوا لو توجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن يعني لا تسفهوا لا تعتدي عليه لا 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 يعني كلها محذير حتى نبتعد عن المزالك بهذه القيم بالموعظة الحسنة بالحكمة بالمجدالة بالتي أحسن تكون جودة عرض الدين النقي الصفي إنما إذا حضرتك حصل النقيد مثل الآن قذائف التكفير والتشريك والتبديع والتفسيق والتجهيل وبعدين ننصرف عن كما تفضلت عن الأمور الكبيرة لأن العقول الكبيرة تشغل بالأمور الكبيرة فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه هو يرينا نورا يرزخنا نورا العلم وبصيرات الفهم اللهم أمين الحديث لازم يطول وزي ما حضرتك قلت مولانا في بداية اللقاء ده حديث كبير ومهم ويحتاج لوقت طويل جدا ولازم نفضل مستمرين على هذه السلسلة من المناقشات بإذن الله يعني قدر الإمكان لعلنا ننول السواب إن شاء الله أنا بشكرك جدا 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 بارك الله فيكم كل شكر حضرتك فضيلة الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بالأزهر الشريف